قالوا نذهب لأزمة بصراحة يعني غريبة شوية وتفجرت النهاردة في امتحانات المرحلة الرابعة من كلية حقوق جامعة سهاج الأزمة في سؤال في الامتحان سؤال في الامتحان بيفترض في الأستاذ اللي وضع المادة هي مادة القانون الدولي أنه ما عايز يقول أن فيه واحد أجنبي مقيم في مصر توفي بيعمل محاكاية توفي وبالتالي ولاده يا طرح هيعمله إيه في الميراث وكان فيه مشكلة وما إلى ذلك هو ما خدش الدكتور اللي واضع هذا السؤال دكتور أحمد عبد الموجود ما خدش موضوع في المطلق ولكن اختار أن يضع اسم لاعب الزمالك المغربي الأصل بن شرقي علشان يضع أنه قال لك بن شرقي عايش مصر بن شرقي جات له كورونا لقدر الله بن شرقي توفي لقدر الله برضو وبالتالي ولاده هيعمله إيه في الميراث وطلع له أخ مش عارفه إيه وموجود في سهاج كل فيلم كده معقد ولكن هو بيعمل محاكاة يمكن يكون عايزة أسميه باد تيست أو يعني مش لطيف قوي أنه هو يستخدم اسم لاعب مشهور ويقول عليه مات وطلع له أخ مش عارفه إيه دي مواضيع برضو بتبقى سخيفة يعني أنا أقول عليها فعلا باد تيست أو اختيار سيء من الطبيب أو من الدكتور عفوا الدكتور في المادة القانون الدولي لكن ردود الأفعال بقى كانت قوية وعنيفة جدا أولا طبعا ترند على السوشيال ميديا هجوم من جماهير الزمالك بشكل كبير السيد وزير التعليم العالي وجه بالتحقيق مع الدكتور أحمد عبد الجواد وجمعة سهاج وقفته عن العمل لحين التحقيق وإلغاء انتدابه يعني قصة وتهديب بقى بلغات من نادي الزمالك بلغات في النيابة لهذا الدكتور خلوني بس أول أقول ما قاله دكتور أحمد عبد الموجود ردا على كل ده على صفحته على الفيسبوك قال أن الامتحان متعلق بمقرر القانون الدولي وأن التطبيقات العملية للمقرر النظري هي خير وسيلة لفهم الطلاب وإدراكهم حتى لا يصطدموا بالواقع العملي بشكل مختلف وثانيا قال أنني أكن كافة الاحترام والتقدير لنادي الزمالك العريق وكافة الأندية المصرية وأنه الدافع وراء الاستعانة برموز مشهورة ومحبوبة هو على سبيل الافتراض في التطبيقات العلمية ثالثا السؤال اللي هو مشكلة الامتحان كان عبارة عن افتراضات لا تمت للواقع بأي صلة لم يقصد منها الإساءة ولا التشهير ولا التعرض والدليل إن كل وقائع القضية افتراضية ومن وحي توصيل المعلومة للطالب رابعا يجب ألا يقودنا التعصب والانتماء الكروي إلى اللغة وتفسير الأمور على غير حقيقتها رياضة أخلاق واحترام ويؤسفني تناول البعض وقائع القضية على أنها خبر وحدث أنا مش صحفي ولا إعلامي ولا غيره خمسا أدعو أصحاب النفوس المريضة والاستغلاليين إلى احترام عقول الناس واحترام أنفسهم وعدم استغلال الموقف لصالحهم لتحقيق أهداف ومقارب أخرى وسادسا أتقدم بخالص التقدير والاحترام والدعاء للاعبنا الموهوب أشرف بن شرقي ده كلام الدكتور والحقيقة أنه ده رد محترم جدا بيقول فيه بيفصر فيه الموضوع وموقفه مرة أخرى باد تيست يعني اختيارات فعلا ممكن ما كانتش فيه محلها وشمعنا بقى يعني الزمالك ولعب مغربي يعني قصة معقدة جدا هو حاب يكون عنده نموذج لهذا الأمر وردود أفعال عنيفة جدا على الجانب الآخر